موسيقى 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 مهو برضو السنة مكاهرش ينفع تبدأ من غير معدى جورد في شكل يوسف برضو مهو مش هينفع يعني يا طبعا ازاي صحبي طيب اولا كل سنة وحضراتكم طيبين وان شاء الله ان شاء الله يا رب 23 تبقى سنة احلى و احسن و اقوى و افضل و اكثر اثمارا من 22 30 مليون مرة قول خمسين مليون مرة كمان وبينا كلنا بالمناسبة نقدر ان شاء الله سبحانه وتعالى بامر ربنا اولا برحمته و بقدرته نقدر احنا بس نشد حلنا حبتين والدنيا باذن الله هتمشي احسن وبالمناسبة بلق التندع تتتات صبرا صبرا موعدنا جميعا الجنة في الدنيا والجنة في الاخرة قولوا ان شاء الله فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوجه بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الطبقية في مجال البصريات طيب انا هنا اقول لك حاجة بس مهمة انه لو خدت بالك انه كلام فخامة الرئيس زائد كلام دولة رئيس الوزراء على ايه على جذب استثمارات مهمة للاقتصاد الوطني لنهضة الاقتصاد الوطني يعني هتلاقوا ان احنا بنركز جدا على المشروعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة هتلاقونا بنركز جدا على المشروعات المتعلقة بالصناعة بشكل عام هتلاقونا بنركز جدا على الصناعات المتعلقة بالتكنولوجيا والرقمنة خليني هلا والتطبيقات يعني بالمناسبة 22 بالذات ايه اللي حصل لو خدت بالك هتلاقي انه مصر حصل فيها ثورة في مجال التطبيقات في سنة 22 فمصر طلعنا تطبيقات كتير برعاية الدولة او بتأسسها او بدعمها ناهيك حتى كمان عن تطبيقات اللي عملتها شركات استثمارية وبنوك وقطاع خاص في مختلف المجالات ما كانتش التطبيقات دي هتنجح وتلقى رواج لولا ان انت يبقى فيه عندك بنية تكنولوجية تحتية سليمة او قوية وقدر على استعاب هذا النوع من الاستثمار او هذا النوع من العمل او هذا النوع من النشاط اليومي حتى ما بين الافراد وبعضهم البعض او حتى في مجال التجارة البينية الداخلية انت بايه بتشتري عن طريق تطبيق وتحول اموال عن طريق تطبيق وتقدر تستقبل حوالة بتاعتك عن طريق تطبيق وتقدر حاجات كتير عن طريق التطبيقات وهتشوف لسه ثورة اكبر في هذا المجال وعلى نطاقات اوسع كمان خلونا ناخد معنا على التليفون دكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي الاقتصاد الرقمي اهلا بيك يا دكتور كل سنة وحضرتك طيب افندم وسنة سعيدة يوسف معالي النائب المحترم ربنا يخليك يا دكتور كل سنة وحضرتك طيب وسنة سعيدة ان شاء الله ومصر بخير كلها ان شاء الله وتحياتنا لفخامة الرئيس عفتاح السيسي قائد النهضة الحديثة الحقيقة يا رب يا رب يعمل الصلح لمصر كلها ويعني يوسروا لما فيه خيرا للعباد وللبلاد بإذن الله دكتور عبدالوهاب رأيك ايه في كلام الرئيس النهاردة على توطين الصناعات التكنولوجية او الصناعة في المجالات المرقمنة والتكنولوجيا والبصريات الحقيقة يا سيد يوسف تكنولوجيا البصريات لها تطبيقات كتيرة جدا زي ما معاليك قلت من شوية لانه النهاردة من اهم حاجات خاصة بها مثلا هي تدخل افاكل كبير جدا واساسية في علوم الفلك وعلوم الفضاء والكيميا والطب والصيدلة والجولوجيا كل العلوم متدخلة معاها تكنولوجيات البصريات لان فيها العدسات كل المايكروسكوبات وكل العدسات الكبيرة كلها وقطاع الميرايات المستخدم سواء استخدامات يعني مدنية او عسكرية او فضائية وغيرها كلها ايما على هذا الكلام لان العدسات او البصريات عموما هي بتعتمد على الضوء والضوء زي ما احنا عارفين هو النوع من انواع الطاقة وهو طبعا طريقة انتشاره وانعكاسه وانكساره كل هذا الكلام هو علم قائم بذاته وهو يمكن من اهم العلوم الخاصة بعلوم الفيزيائية احنا طبعا لما نوطن هذا الكلام وننقل التكنولوجيا التضيئية اللي اولا احنا عندنا حنستغل المواد خام متوفرة عندنا زي ما اتكلمنا يمكن مع عليك قبل كده الرمال البيضاء وهي احد المواد الرئيسية في صناعة البصريات والالياف الضوئية اللي زي ما حالك قلت الناقلة للبيانات واشعة الليزر وكل التكنولوجيا المعلومات ايما نهض على الالياف الضوئية صحيح احيانا نبن عليها الالياف البصرية عشان احنا بنتكلم على التكنولوجيات البصرية صحيح احنا لو دخلنا في استغلال المواد الخام المتوفرة حاليا هنقلل طبعا فاتورة الاستيراط وحنوفر العملة الاجنبية اللي العالم كله بيعاني من نقص العملات الاجنبية نتيجة الازمات العالمية طبعا هذا الكلام لن يتأتى الا بتعم من القيادة وفي خمطة الاشعب فتاح السيشي وجهد كبير من الحكومة لان احنا محتاجين يكون عندنا تدريب عملي وفني لمعاهد متخصصة بالتعاون مع خبرات عالمية محتاجين نأهل كوادر بشرية متخصصة لان علوم البصريات هي من داخلها فيها شعب خاصة بالدوق وخاصة بالاجهزة الخاصة بالميكروسكوبات والاجهزة الاجتوبية الحديث اللي بتستخدم فيه الجراحات الدقيقة وغيرها لان كلها النهاردة بالفايبر افتيك كمان احنا محتاجين النهاردة ندخل في صناعة الالياف الضوئي تعرف يا أستاذ يوسف احنا النهاردة زي ما حرك قلت فيه يعني عمليات الرقمانة في مصر احنا النهاردة لما بنيجي نعمل تطبيقات مثلا التحول الرقمي في مصر لازم حتمد يعني مئات الالاف من الكيلومترات من الالياف الضوئي طب احنا بدل ما نستوردها ما احنا نصنعها ونكون كمان مصدر ليها على الأقل في أفريقيا والمنطقة شرق الأوسط وخاصة ان احنا عندنا الرمال البيضاء اللي بتصنع منها هذه المواد صحيح احنا النهاردة على أعتاب توطين صناعة هامة جدا وركن رئيسي في استغلالات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات بشكل عام ده جزء من الهاردوير طبعا مالوش علاقة بالتطبيقات السوفتوير لكن النهاردة ما هي الأجزاء كلها متكاملة وهذه الصناعات ممكن توفر على مصر مئات المليارات طبعا مالا شك فيه طب هنا دكتور عبدالوهاب وإحنا بنتكلم على مخزون كبير جدا من الرملة البيضة أو السيليكا عالية النقاء واللي هي النقاء بتاعها على حسب ما أنا حاولت أقرأ يعني هي من معدلات النقاء العالية جدا يمكن أعلى كمان من الموجودة في مناطق مختلفة زلولات المتحدة الأمريكية بالإضافة لوجود بنية بالفعل أساسية على الصعيد التكنولوجي أعتقد أنها أكثر تطورا عشرات المرات في مصر مما سبق هل دي عوامل تدفع للمزيد من جذب الاستثمارات سواء إذا كانت وطنية أو عربية أو أجنبية في هذه المجالات في مصر إحنا الحقيقة اللي شفناه من خلال السنوات اللي باتت يعني في عهد فخمتة رئيس عبدالتح السيس إحنا كنا زمان بنصدر الرمال البيضاء والرمال السوداء وده لكون من الحاجات الغالية جدا كنت بنصدرها بالطن كماد خام النهاردة فخمتة رئيس أوقف هذا الكلام لأنه بنعمل عليها قيمة مضافة وأنا أعتقد أنه تم فعلا الاتفاق مع بعض الشركات العالمية اللي حتنشئ نوع من الشراقة مع الحكومة المصرية في توطين هذه الصناعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأنه فعلا احنا هم حاجة زي ما حالي قولت احنا عندنا من أنقى أنواع السيليكة ومش بس كده وغير مختلطة بأكاسيب أخرى يعني في دول عندها سيليكة بس مرتبطة بأكاسيب أخرى فعملية الفصل بتاخد وقت صحيح احنا عندنا يعني عندنا هذه المادة اللي هي المكونة الرئيسي والحقيقة عندنا خبرات وعلماء في مجال الفيزياء ومجال البصريات سواء في الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية أو في المراكز الأبحاث الخاصة بوزارة الانتاج الحربي وعلايا العربية للتصنيع إذن إحنا قادرين إلى توطيل وتصنيع بعض ما يلزمنا سواء في الانتاج المدني أو الانتاج الحربي من العدسات والأجهزة الخاصة بأشعة الليزر وصناعة الألياف الضوئية المختلفة والأسياء الأخرى اللي دخل في مجالات الطب والهندسة والفضاء بإذن الله أنا مشكورك جدا يا دكتور عبدالوهاب كل الشكر لدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي عايزي أقولك الحاجة عزيزي المشاهد وعزيزاتي المشاهدة قبل ما نروح للخبر اللي بعده اللي حصل في مصر خلال كام سنة قليلين نافاته هو كبير وعارف أنا كويس أنه الرد على اللي أنا بقوله يا يوسف وأصل دلوقتي والأسعار ومش هقولك الجملة اللي أنا احنا قلناها أنا ولا أي حد من الزملاء ولا أي حد ما بيكتف في الجرائد أو السادة المسؤولين إلى آخره أنه ده وضع اقتصادي عالمي لكن في توقعات لتلاتة وعشرين أنها تبقى سنة صعبة برضو على العالم كما حدث في اتنين وعشرين وقد تكون أصعب وفي توقعات بتنتقي بعض الدول وبتشوف أنه من الوارد أنه تبقى أوضاع الاقتصادية أفضل سيبنا من ده ومن ده أنا هقولك بس هي بالعقل وبالمنطق بالراحة كده إحنا عارفين إن إحنا جينا في اتنين وعشرين افتتحنا أول مصنع ومجمع علينا لمسألة تصنيع أو استغلال الرملة السودة وإحنا عارفين إن إحنا بنشتغل في قناة السويس على مصنع للفايبر أوبتيكس قايم على الرملة البيضة والسيليكة عالية النقاء اللي موجودة عندنا في مصر دول على سبيل المثال الحاصر مش بس هكلمك على الغاز الطبيعي مش بس هكلمك على قدرتك على إنتاج الكهرباء النظيفة أو الهايدروجين الأخضر وكده كده إحنا كنا الحمد لله في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ قاب 27 مضينا مجموعة من الاتفاقات الكبيرة والمحترمة شكل الإصلاح الهيكلي اللي كان بيتعامل في الاقتصاد المصري من 16 حتى هذه اللحظة زائد البنية التحتية المصرية اللي مش هقولك اكتملت ولكن اللي ماشي يا بواتيرة شديدة التصارع تدفع بالمنطق بس تدفع للمزيد من الاستثمار في هذا البلد وفي مناطقه الاقتصادية وفي مجمعاته الصناعية في قدرات كامنة جوه مصر مزهلة لم تكن مستغلة زمان طيب اللي تعامل في خلال 8 سنين من 14 حتى هذه اللحظة كان المسألة بتاعت ازاي تقدر تفعل هذه القدرات الكاملة هل فعلناها بالكامل انا بقولك احنا اشتغلنا على ازاي نقدر نفعلها وبدأنا التفعيل 23 هتشهد ان شاء الله المزيد من ذلك مزيد يعني المزيد من الاستثمار مزيد من الاستثمار يسوي مزيد من المشروعات مزيد من المشروعات يعني المزيد من تقليل حجم البطالة يعني ايجاد فرص عمل اكتر ايجاد فرص عمل اكتر يعني فلوس في ايدين الناس اللي هتشتغل اللي هتشتغل حلوة تشتغل دي اللي هتشتغل لما الناس بتشتغل وتقبط فلوس اصبح فيه هنا ايه دورة رأس مال اسرع دي واحد اتنين كل ما بتزود فرص العمل وبتقلل البطالة ده معناها ان الحجم الاقتصادي بتاعك بيزيد وبيكبر والعالم يعتمد على بعضه البعض اقتصادي معدل الاعتمادية في الحالة دي على مصر بيزيد شوية كمان لان اقتصادك اصبح اكبر او اصبح اقوى اصبح ارسخ اصبح اكثر حداثة وعصرية يعني يتواكب مع الناس بتاع بلد بره هضرب لك مثل اللي عنده ابن او ابنة بيدرسه بره هو هيبقى فاهم اللي انا بقوله بس مهم ان السياد تكتعرفه احنا عارفين مثلا ان ولادنا السبيان الولاد بيدرس بره فلازم ان هو بيخلص اوراق كتير لما بيجي ينزل اجازاته عشان يعرف يرجع تاني يكمل دراسته علشان الجيش على سبيل السياد عشان التجنيد طيب لك ان تعلم ان كل العملية اللي كنا على ايام يناخد فيها ايام او احيانا اسبوعين ثلاثة اربعة يجوز يكون اكتر عمليا ما بقاش كده انت خلال اقل من خمس ايام عمل انا بقولك ده عن تجربة حصلت جوه بيتنا اقل من خمس ايام عمل بتكون مخلص كل ورقك وانت تقريبا في بيتكو بتنزل مشوار واحد بس واحد مش مشوارين هو مشوار واحد كل حاجة بتخلص اونلاين عن طريق التطبيقات وعن طريق الويب سايتز وعن طريق اللي اسمه ايدا واتساب وبتجيلك حتى الموافقة بتاعة الصفر على تليفونك لو انا كنت قلتلك الكلام ده من 8 سنين مش من 20 سنة كنت هتقولي انت يوسف عمال بتخاطرف انت حررتك عليه بس ده اللي حصل دلوقتي مش مصدق اسأل اي حد حواليك يكون عنده ابن ولا ابنة بقى دفع لهم المصاريف ولا خده منحة مش دي القص بس بتعلم برا اسأله تحديدا على الولاد اللي مسأله تبقى اصعب قوله الاجراءات بتخلص ازاي وفي كامي يوم انا جربتها بنفسي وشفت اقل من خمس ايام عمل بتخلص طب هتخلص كده ازاي او ايه اللي حصل ما هو اكيد اكيد مش جني المصباح طلع من مصباح علاء الدين خلص اطلاقا وبالمناسبة هي مش محتاجة اي وصايت ولا اي بتاعك خالص بتبعت في طلبات وانت قاعد اونلاين بيجي لك الردود عليها وبيجي لك رقم الواتساب اللي هتتواصل عليه والرقم بتاع الواتساب بيرد عليك بمنتهى السرعة والكفاءة بمنتهى السرعة والكفاءة والدقة بالمناسبة ولو انت كاتب معلومة مش دقيقة بيرجعوا يردوا عليك بمجموعة من الاسئلة عشان يتدقق المعلومة لو انت عاوز تكتب رقم قومي او بيانات معينة بيدقق معك كل حال اقل من خمس ايام عمل بتبقى القصة خلصانة حصل ازاي حصل لانه فيه شغلة عمل حصل علشان لما بنيجي نقول حكومة مرقمنة واعمال كلها بتتعمل بطريقة رقمية حصلت طب كنت هتحصل كده ازاي يعني البروسيس او العمليات دي كلها تتم ازاي من غير وجود بني اساسية تستوعب ده هو ده جزء من الحاجات اللي حصلت في مصر خلال كم سنة القليلين اللي فاتوا بس تعالى اخدك في حتة تاني هل الدولة بس مهتمة بمسألة الرقمانة والتكنولوجيا لا هي الدولة مهتمة كمان بانه لما اجي اقولك انا بكبر اقتصاد الدولة وبخلق فرص استثمارية جديدة عشان اخلق فرص عمل جديدة يبقى انا محتاجة ضر بالناس واعلمهم بحيث ان سوء العمل يستقبلهم بسلاسة وبسرعة فتلاقي حياة كريمة عاملة مجموعة من الوحدات المتنقلة للتدريب على سوء العمل سوء العمل اللي بيبدأ تبقى لقانون المصري من 18 سنة لحد 45 سنة اذا كنت محتاج بقى تدريب يعني يبقى عمليا هو فيه تدريب عمليا انا بجهزك لسوء العمل طيب انا بجهزك لسوء العمل ليه لو انا ما عنديش فرص عمل ده معناها ان انا عندي رؤية وضحة لخلق فرص عمل جديدة وبعضها جاهز الان خلونا ناخد معنا على التليفون المهندس ايمن اسماعيل رئيس الادارة المركزية للتدريب اهلا بيك مش مهندس اهلا بيك يا سيد يوسف الاخوار كل سنة وحضرتك طيب وسنة سعيدة عليك ان شاء الله وعلينا جميع يا رب علينا وعالمصرين دميعا ويتكون حياة كريمة للمصرين يا ربي خليك مش مهندس ايمن مش مهندس ايمن باعتبار حضرتك رئيس الادارة المركزية للتدريب المهني في وزارة القوى العاملة واحنا بنتكلم على المبادرة بتاعة حياة كريمة وازاي بتشتغل مع حضرتكم على الوحدات المتنقلة عايزين نعرف اكتر على هنضرب الناس ازاي وننطقيهم ازاي وبنأهلهم الى سوء العمل في اي من الفرص حضرتك طبعا فكرة العربية المتنقلة بدأت سنة 2019 في نعيتها ان احنا ازاي نوصل للمتدربين في القرى المصرية القرى طبعا كانت اكثر احتياجا وكانت مهدت منها ان احنا ازاي نسيطر على البطالة اللي موجودة داخل مصر وان احنا فلاينا نسبة كبيرة من البطالة موجودة في القرى الاكثر احتياجا او اللي هي القرى الحياة الكريمة فده انا نتفكر ازاي نتعامل مع الموقف هل المهن المطلوبة ايه هي المطلوبة للقرى دي وبحيث ان احنا نطلع منها باكبر عدد من المستفدين المتدربين حضرتك تدريب دي يعني فرصة شغل او فرصة عمل يعني النهاردة انت لما بتديله دورة تدريبية مجال معينة على مهنة معينة يعني كده انت بتديله شهادة ان يشتغل بيها بدل ما هو قاعد يتفرد ومشملها الفرصة عمل اه فكرنا في عربية المتنقلة نحنا نشتغل على المهن الخاصة بالسيدات او الفتيات وهي المهنة تبصيل الخياطة وديد عليها اقبال كبير حضرتك في القرى لان انت عارف تركز التدريب او ممكن التدريب الخاصة بالوزارة او حتى بالقطاع الخاص برضى او الحكومة كلهم في المدن وليست في القرى فطبعا كلهم صعب انهم يتحركوا من الاماكن بتاعتهم او القرى بتاعتهم الى المراكز وده بيسبب طبعا من السؤال المشكلة في الانتقالات تحرك منهم من القرى بتاعتهم ففكرنا احنا من النفسينة او العربية المتنقلة هي اللي تروح للناس بالمدربين بتروحها بالمناهج بتاعتها بالمعدات بتاعتها وبنبدأ نتدرب الناس على المهن واخترنا تلات مهن سريعة كده هي مهنة تصل الخياطة لمدة 150 ساعة الدورة تدريبية ومهنة السباكة ومهنة الكهرباء واللي مدد 60 ساعة و60 ساعة على فكرة معظم الناس اللي شغلت حياة كريمة من الشباب هم اللي شغلين في المباني اللي موجودة في حياة كريمة بخصوص اللي هو الكهرباء والسباك مهنة الفتيات عملوا مشروعات خاصة بيهم قدروا انهم يعملوا مثلا يخدز مكنة خياطة ويشتغلوا عليها على القلب اللي هي لو مثلا بتكفي حالها نفسيها مثلا تعمل لبيتها اولادها او تنتقل الى السوق المحلية الموجودة بتعارف المهار ده الغزل والنسيط او التفصيل والخياطة ده مطلوب نسبة كبيرة جدا على مستوى الدولة او عن مستوى المحظات اه احنا بيتطفر بهم فرص عمل موجودة في المطانع والشركات اللي بيستطيع انه ينتقل للمطانع والشركات احنا بنوفر له فرصة عمل وفرصة عمل محترمة كده عظيم جدا عظيم جدا انا بشكرك جدا انا بش مهندس كل الشكر المهندس ايمن اسماعيل رئيس الادارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوة العاملة قبل الفصل وانا ماشي كده جعل بالي برضو حاجتين لانه وارد انه تبقى حضرتك اتعاملت معاهم اتقول لي مش كلنا عندنا عائل بتتعال ثانية واحدة هو لما تيجي ترخص عربية وتدفع مخالفات انت لسه برضو بتنزل تروح على الوحدة بتاعت المرور اللي انت تابع لها واللي ممكن تعمل ده اونلاين هي بتتعمل اونلاين من على الويب سايت وفي حاجة بتخلصها من مكتب البوسطة القريب وفي حاجات تقدر تعملها من العربيات بتاعة المرور اللي موجودة في اماكن عامة ومولات تجارية معروفة في كل حتة الى اخره وبالمناسبة المدة بتاعة العمل او ساعات العمل اصبحت ممتدة اظن لحد الساعة 9 مساء في بعض الاماكن يعني سواء زكاة العربية المتنقلة او الوحدات اللي اتفتحت جوه الساحات الركنة بتاعة العربيات بتاعة المولات نفس القصة فيه الخدمات المدنية كلها يعني مصلحة الاحوال المدنية اصبح لها اكتر من مكان في حتة كتير جدا تقدر تخلص منها الحاجة كده وانت قاعد بشا وتكييف وميد فل واربعتاشر بلاش خش على الشهر العقاري عايز تعمل اي حاجة في الشهر العقاري في حاجة بتخلصها وانت قاعد كده على تليفونك ولا الكمبيوتر ولا اللابتوب وفي الاخر خلص مثلا ممكن تروح تستلمها من المكتب طب ده المكتب بعيد لأ حضرتك ممكن تستلمها برضو من عربيات متنقلة بتاعة الشهر العقاري انت في حياتك اليومية لو خدت بالك في حاجات كتير اتغيرت احنا بس مش مركزين معاها احنا كلنا لان احنا اتعودنا عليها اعتدناها اعتبرناها جزء لا يتجزأ من نمط حياتنا اليومي خلاص فما بقناش مركزين لو ركزت هتلاقي الدنيا اتغيرت احنا كنا فين وبقينا فين وعند الجملة دي اروح فاصل وارجع اشرح حالك موسيقى اهلا بحضراتكو عاملين ايه كله تمام يا رب تكون كل حاجة بخير على حضراتكو وزي الفل انت عارف كنت لسه قلت قلت عمالة بص على الموبايل كده فحتى كنت لبس النظار فكنت قلت عمالة بص على سبيل المثال للحصر عشان عارف ان هيبقى مثلا فيك يقولك ابو ماذا عن الاكل والشرب عم يوسف هقولك الحاجة لطيفة انا قلت ابص بص كده اشوفها وحنا كنا فين وجينا منين في السريع يعني انت عارف انه الرقعة الزراعية المصرية مساحتها افقيا زادت يعني مثلا كانت قدي كده بقى تقدي كده بس كده لا هي كمان الانتاجية بتاعت الفدان زادت يعني الفدان مثلا اللي كان بينتج طن من اي شيء اصبح بينتج طن ونص وطن سبعمية طن تلتمية اتنين طن على حسب نوع الحاصلة الزراعية او ما تغله علينا الارض الطيبة زي ما بيتقال كده لكن بالارقام هتلاقي انه انت في حاجات كتير جدا حققت منها بالفعل اكتفاقات ذاتي وبالارقام هتلاقي ان انت حققت معدد صدرات عمرك ما كنت وصلت له في تاريخنا الزراعي يعني الصدرات بتاعتنا وانا قاعد عمالقر الصدرات بتاعتنا الزراعية الطازجة غير المجففة غير المعلبة اللي معاليهاش اي عملية صدرات طازة تصل لحوالي 6 مليون و300 ألف طن احنا ما كناش بنقرب من الرقم ده رقم كان بعيد المنال وزارة الزراعة وبدعم مباشر وواضح وصريح من رئيس الجمهورية اشتغلوا بحيث ان احنا نوصل لرقم زي ده تيجي تقولي طب انا هيهمني في ايه هقولك لما بتصدر بعض الحصالات الزراعية ده معناها ان انت عندك اللي انت بتصدره ده انت مكتفي منه ذاتيا خلاص وبالتالي الفوائد انت بتذهب بيها للتصدير ده واحد تصدير يعني فلوس يعني اتجارة يعني فلوء بضاعة خرجت وقبط فلوسها او بقبط فلوسها طيب الاهم من كل ده انه لما انت بتخطي الخطوة دي معناها ان انت مستمر في التخطية يعني من كان يحبو انا له الاوان ان يمشي ومن كان يمشي فانا له الاوان ان يقطعها هرولة ثم جريا حبوا فمشيا فهرولة فجري هي جاية جاية هديجي تقولي ازاي هقولك كلنا شغالين على ده حتى انت المزارع نفسه شغال على ده في مطبط في السكة في مطبط في السكة المطبط كلنا بنشتغل على انها تنتهي نسفلة الطريق باللغة العربية كده لك نعبد الطريق للمزيد من التصدير ده اللي بتعمله الزراعة ده اللي بيعمله الحكومة على بعضها مجلس الوزراء ده اللي بيوجه بيه الرئيس اذا كان فيه اي معوقات يالله بينا نشتغل على ان احنا نزلها طيب تعال هاخدك على دراسة رائعة جدا عملها مجلس الوزراء تحديدا المركز الاعلامي لمجلس الوزراء الدراسة دي فيها تقرير معلوماتي لطيف ويمكن كتير من زملائي واصدقائي والى اخيره قلول يوسف احنا مش عاوزين ناخده بالتفصيل قوي لانه بيبقى فيه كلام كتير جدا صعب يعني مش صعب ولا حاجة بس انا هحاول ابسط ولخص قدر الامكان يعني مثلا امي دايما تقول يوسف التقرير بتاع مجلس الوزراء ده رائع بس هو فيه كلام كتير جدا متخصص بسط حاضر انه بسط عشان خاطر ماما والله تعالوا نبسط نشوف كده التقرير الاول عنوانه ايه التقرير بيتكلم انه في ظل الازمات المتوالية اللي بتعصف باقتصاد العالم فمصر انتهجت نهج اسمه نهج العدالة الاجتماعية او مظلات الحماية الاجتماعية الننظرة الرماضي ضق ازكت مش انا سيت الننظرة الرماضي بتاعتي في العراق بقى عندي الننظرة الزرقاء لان المهم طيب سياسات العدالة الاجتماعية ومظلة الحماية الاجتماعية بتاعة مصر كانت شكلها ايه وبقت ايه زي ما كنت بقولك و احنا كنا فين وبقائنا فين العنوان حتى بتاع مركز المركز الإعلامي اللي تابع لمجلس الوزراء بيقول أين كنا وكيف أصبحنا حيلو تعالوا ناخدها في السريع ووحدة ووحدة بس هنعتمد هنا على البنك الدولي وعلى الأمم المتحدة وعلى صندوق النقد ده ما بدي أين تعالوا نشوف كده أول سلايد إحنا بصين عليها إزاي كنا فين وبقينا فين أين كنا وكيف أصبحنا بص يا سيدي أول حاجة أيوة بص يا سيدي يقول لك إيه إحنا في البنك الدولي برنامج الحماية الاجتماعية ده التوصيف بتاع البنك الدولي تحديدا ده مش توصفنا فبيقول يا جماعة مصر محتاجة ده الكلام ده كنا زمان كانت كلامه زمان بيقول مصر محتاجة لتصميم هيكل وبناء كفء لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية ليه؟ لأنه الفئات الأكثر احتياجا محتاجة ده وبشدة ده كلام البنك الدولي طيب البنك الدولي النهاردة بيقول لنا إيه أو في 22 قال لنا إيه؟ قال لنا إنه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خد بالك ما قالش إصلاح وسكن لا ده قالك وتوسيع خد بالك بقى نطاق برامج الحماية الاجتماعية اللي شملت شبكات الأمان الاجتماعي وكميات السلع الغذائية على البطاقات بتاعت التموين أو إنه برنامج زي تكافل وكرامة أو إنه يبقى فيه عندنا التحولات النقدية لما بين أكبر الاستثمارات لتنمية رأس المال البشري أصبحت واقع ملموس ده كلام البنك الدولي طيب كلام الأمم المتحدة ما كانش مختلف قال لك مصر لازم تعمل تقدم وتنمية في مسألة دعم الفئات الأكثر احتياجا طيب الأمم المتحدة هي هي قالت إيه في 22 يعني الكلام ده كان زمان وزمان ده ده وإحنا لسه بنقول صواح الفل يا جمهورية جديدة يعني 14 و15 وما إلى ذلك فمصر تيجي تقول لك لا أسف الأمم المتحدة تيجي تقول لك يا على مصر قال لك إنه مبادرة حياة كريمة دي سهمت في تحسين الظروف الاجتماعية بتاعة المجتمعات الريفية والأكثر فقرا يعني اللي هتسمعوا عند الإخوة نحاول حياة كريمة كذب أنا هقول لك صدقني يا عم سيبك مني أنت مصدق لأمم المتحدة ولا لأ هيجملونا الأمم المتحدة ما يجملونا شي جملونا ليه أنا من الناس التي لزلت مقتنع عن المجتمع الدوي أصلا لو عليه ما يسيب لكش قومة بس الواقع الواقع ما فيهوش مدارع يعني ما تقدرش تخبي ينفع تغطي نور الشمس ما ينفعش ينفع تغطي إن دلوقتي نهار أو دلوقتي ليل ما ينفعش الواقع بتا حياة كريمة بيقول كده إنه اتغيرت حياة الناس في الأرياف اتغيرت للأحسن ده تقبل الأمم المتحدة طب شوف صندوق النقد بيقول مصر محتاجة لتنفيذ سريع لخطة إصلاح النظام بتاع الدعم وتدبير أموال أو مالية لازمة لتوفير قاعدة مالية كافية كلام كبير جدا من الآخر صندوق النقد بيقولك يا جماعة خدوا بالكوا أنتوا عندكم فئات أكتر احتياجا وفئات شديدة الفقر محتاجة دعم مباشر وضروري ساعدوا الناس دول فتشوفهم في 22 بيقولوا إنه الإجراءات اللي خدتها مصر لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات اللي محتاجة ده أصبحت حقيقة وساعدت على امتصاص الأزمات الاقتصادية الدولية تعال نشوف اللي بعده أيها صفحة اتنين همه 11 دايما أنا أقولك إيه على الإيكانومست أقولك إن الإيكانومست دي هي أكبر مجلة ومطبوعة اقتصادية في العالم والإيكانومست ما بتجملش حد وما بتسميش على حد خالص ما بيهمهمش حاجة دي ناس ماشية كده إيه إوع واسع واسع على رأي حمد ساعد بص الإيكانومست كانت بتقول إيه بتقول تحديدا على ما حنخلي بالك لما باجي بتكلم على حماية اجتماعية يبقى لازم يبقى مشمول فيها الصحة فهنا هيتكلموا على فيروس سي فيروس سي مصر كان فيها وده كلام الإيكانومست 6% من المصريين عندهم فيروس سي لو افترضنا إن إحنا كنا في الوقت ده مثلا 90 مليون يعني أنت بتتكلم على 5.5 مليون بني آدم عندهم فيروس سي ولأنه مفيش حاجة بتتعمل فالعدد قبل للزيادة والعدوى تنتشر لقدر الله لكن اتعاملت المبادرة بتاعت علاج فيروس سي بحيث أن مصر تبقى قدر الإمكان خالية من فيروس سي الإيكانومست كان بيكلموا على الوضع إنه في مصر بشكل إنه الوضع مظلم شوف هم قالوا علينا إيه في 22 قالوا مصر قدمت دروس للبلدان المختلفة ما قالش مثلا إيه لبلدان العالم الثالث للبلدان المتأخرة قصلك البلدان المختلفة في كفاحها ضد التهاب الفيروس أو التهاب الكابدي الوبائي وعلاجها لفيروس سي ونفذوا برنامج فحص وعلاج وطني لأكبر عدد من السكان وخلال فترة وجيزة إنت عارف ليه بلد تقرر تعمل ده مش بس بلد مهتمة بصحة المواطن هي بلد عايزك تبقى صحتة كويسة عشان أنت تقدر تشتغل وتاكل لقمة عيش بالحلال بعرق جبينك بكرامة بعزة نفس شوف مثلا تقرير التنمية البشرية عن السكن اللائق أو السكن غير اللائق وإحنا زمان كان عندنا نسبة لبأس بيها من المصريين عايشين فيما نطلق عليه عشوائيات خطرة أو عشوائيات غير مخطط لها في الحالتين العشوائيات الخطرة دي كانت مسألة بائسة أو كان وضع هو البؤس بعينه يعني لو فيكتور إيجو كان عايش وحب يكتب البؤساء كان هيكتبها علينا على العشوائيات الخطرة بالتحديد والله العظيم وضع كان بائس ما يعرفوش غير اللي شافه وشاف الناس مش بالضرورة حتى يكون عايش اللي نزل وزار وشاف واتطلع على حياة الناس عارف بص هو لا فيه مياه نظيفة ولا فيه كهربا بجد وكانت الناس بأخذك كهربا من عمود النور ومن الأرض والكبل وعيال زغيرة تسعق بالكهربا مفيش صرف صحي الشمس ما بتخشش بقولك إيه؟ الوضع كان وحش قوي شوف هم بيقولوا إيه؟ بيقولوا زادت أعداد قاتني العشوائيات بصورة كبيرة وده اللي ولد سلوك خطير لغياب الحد الأدنى ده كلام الناس الأجانب غياب ده كلام بتاع تقرير التنمية البشرية للسكن غير اللائق السكن اللائق قصدي والقضاء العشوائيات قالك لغياب الحد الأدنى من معايير الأمان والانضباط وده اللي كان بيؤدي لانتشار المخدرات وغيرها من الجرائب ده كلام الناس بتاعت بلاد برة ده كلام المؤسسات الدولية على العشوائيات اللي عندنا السكن غير اللائق بل أي حال من الأحوال السكن لا يلقب بني آدم بص قالوا علينا إيه في 22 قالوا إن مصر عملت جهد كبير في تعزيز الحق في السكن اللائق عشان ليلي يقولك هو كل شوية وتقولوا إن احنا بنبني عمرات وبنعمل سكن وبنعمل أه طبعا هو المصريين يعيشوا في عشش صفيح وتعريش خشب المصريين اللي بنوا العالم اللي علموا الناس يعني إيه حضارة فهي يقولك إيه إن القضية دي حظيت بدعم سياسي كبير لو تتذكر في سنة 22 وتحديدا في شهر أكتوبر فخامة الرئيس شرفنا بمكالمة تليفون في البرنامج ده فأنا سألته طوله يا فندم ليه أول مشروع سيادتك اشتغلت عليه كان مشروع العشوائيات الخطرة وكان رد فخامة الرئيس لأنه ده حق المصريين على دولته حق المصريين ما يعيشوش بالشكل ده شوف هنا الجماعة الأجانب بيقولك إيه أهو UNDP بصبع بيقولك إيه بيقولك حظيت بدعم سياسي كبير قدى لتطوير عدد من المناطق العشوائية إطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعي للفئات المتوسطة منخفضت الدخل ده الكلام بتاع الأجانب العال بتاعت الإخوان يقولك ده بيبنوا للأغناء لا هو حاجة اللي تبنى إسكان اجتماعي متوسط يكاد يكون أضعاف لا هو أكيد أضعاف بالصراحة مش يكاد هو أضعاف اللي تبنى بتاع إسكان فخة بالمناسبة إسكان فخة ده كان بيبنيه قطاع خاص حاجات كنت بمشاركة الدولة وحاجات القطاع الخاص لوحده لكن الدولة شلت على كتفها إيه طبقة المتوسطة والناس اللي على قد الحال طيب تعالى نشوف على سبيل المثال منظمة الصحة العالمية والرعاية الصحية الشاملة هم شافوا فيها إيه الرعاية الصحية الشاملة ما أنا قلتلك مظلة حماية اجتماعية لازم يبقى فيها الصحة طالما تكلمنا عن الصحة لازم يكون فيها فيروس سي تعالى نشوف هنا بقى كلامهم على العلاق في مستشفيات الدولة فقال لك زمان في البداية خالص قال لك يا جماعة نظام الرعاية الصحية في مصر معقد للغاية منظومة التأمين الصحي لا تغطي أعداد كبيرة من المواطنين المستشفيات الحكومية تواجه عرقيل بسبب الطلب الهائل لأنه الناس على قد حالها يعني والإدارة غير الفعالة وفشل في مواكبة التكاليف المتزيدة وإقدارة الموارد قالوا ما لم يقوله مالك في الخبر يعني قالوا كده قالوا الحقيقة مجردة قالوا لك هتديك الحقيقة في وشك اهي كنا تعالى نشوف في 22 وصلنا الفين من نفس ذات المنظمة منظمة الصحة العالمية قالوا علينا ايه قانون التأمين الصحي الشام الخطوة رئيسية للأمام نثق في نجاحها ندعم تطبيقها بجميع أنحاء البلاد لتحقيق حلم الصحة للجميع هيمتد تطبيق التأمين الصحي من 58% من المصريين لكل المصريين اهو الى كل المواطنين دي او ده اللي شايفها منظمة الصحة العالمية تعالى صفحة 3 اهو بسيط وبسرعة طيب بصوا الخريطة الحلوة اللي احنا شايفينها دي ونشوف هم بيقولوا ايه بيقولوا يا جماعة ده بالمناسبة ده منظمة العمل الدولية دي او الخريطة دي اللي عملها دي منظمة العمل الدولية وده التقرير بتاع 2020-2022 وبالمناسبة المؤشر اللي انتوا شايفينه لا يشمل الانفاق على قطاع الصحي ده قطاعات تاني بصواب مصر ضمن اكثر الدول انفاقا ضمن اكثر الدول ما قالش دول العالم التالت ما قالش الاسواق الناشئة ما قالش اه مش عارش في الدول النامية قالك ضمن اكثر الدول انفاقا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وهي الاولى عربيا وهي الاولى افريقيا فاللي يجي يقولك وفلوس مصر بتروح فين منظمة العمل الدولية هي اللي بتقولك بيروح على خلق الناه على اهلين اللي على قد الحال النسبة الاكبر بتروح لاهلينا ده كلام منظمة العمل فانت تشوف هنا بقى الدول اللي بتصرف على الفئات الاكتر احتياجا بص بقى مثلا من واحد لخمسين هتلاقيها ازرق غامق من واحد وخمسين لمية ازرق فاتح المية واحد لمية خمسة وتمانين دي بقى بيانات غير متوفرة مصر من ضمن الخمسين دولة الاكثر انفاقا على مستوى العالم عاوز تحط مقارنات هتقارن مصر بالولايات المتحدة هتقارن مصر بالحتة بتاعة بيرتش كولومبيا في كندا هتليها اقصى الغرب على ايدك الشمال خالص وانت بتتفرج على تليفزيون على ايدك الشمال صح هتبص على استراليا هتبص على الصين اه اسف على روسيا انت تنفق اكثر من دول كثيرة حواليك سواء ازا كان انت من ضمن الدول اللي زيك زي اوروبا تنفق على هذه الفئات النسبة الاكبر من الموازنة من ضمن اكتر خمسين دولة بتصرف على فئات اكتر احتياجا تعالى نشوف اللي بعده شان يجي يقول لك هو انتو يا جماعة مش مكتمين بالناس الغلابة امال كده ايه طيب تعالى نشوف بنود الانفاق في برامج الحمال الاجتماعية عاملة ازاي تلاتاشر اربعتاشر كان بيتصرف متين تمانية وعشرين وستة من عشر مليار ماشي طيب واحد وعشرين اتنين وعشرين انت زودتهم تقريبا مية وعشرين مليار فبقنا تلتمية تلاتة واربعين نسبة الزيادة قد ايه خمسين في المية زيادة انا شلتلك الكسور مش خمسين في المية واثنين من عشر يا سيدي خمسين في المية ده تلاتاشر اربعتاشر كان بيتصرف المبلغ ده زاد خمسين في المية ماشي تعالى نشوف قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة احنا عارفين برنامج تكافل وكرامة بيروح لأسر اكتر احتياجا بالمناسبة وفي تلاتة وعشرين هيزيد هيزيد كتير كمان احنا زودنا نسبة زيادة في عشرين اتنين وعشرين لو تفتكروا بعد الحرب بتاعت روسيا اوكرانيا وفي تلاتة وعشرين هنزود اكتر علشان نحافظ على الناس الزيادة في قيمة الدعم النقدي تلاتاشر اربعتاشر كان خمسة مليار جنيه طيب بص بقى واحد وعشرين اتنين وعشرين اربع اضعاف الرقم بقينا عشرين مليار جنيه الفلوس بقى يا جماعة انتوا بتاخدوا الفلوس راحة للغلابة طيب طيب تعال نشوف قيمة دعم السلع التموينية زادت تلات اضعاف عن زمان احنا الرقم بتاعنا او السلع بتاعتنا بنتكلم على تلاتاشر اربعتاشر والمقارنة بواحد وعشرين اتنين وعشرين يعني طازة بتازة زي ما بيتقى تلات اضعاف كانت كام خمسة وثلاثين مليار ونص حلو كده بقت تقريبا سبعة وتسعين مليار سلع تموينية زيادة طيب تعالى نشوف المخصصات المالية بتاعت التأمين الاجتماعي اظن ده بقى ست اضعاف كانت تسعة وعشرين مليار جنيه بقت مية وتمانين مليار هو اكتر من ست اضعاف بكسور بسيط احنا كنا تسعة وعشرين واثنين من عشرة بقينا مية وتمانين مليار دي المخصصات بتاعت التأمين الصحي ايه التأمين الاجتماعي انا اسف تعالى نشوف بقى ايه دعم الاسكان بتاع محدود الدخل كان صفر لا تقولي بقى لا مرسي ولا قبل مرسي ولا ديولي صفر على الحميد المجيد احنا كنا على اللابيض على الحديدة على البلاطة صفر اصلها ايه بصة عايز نسبة بجد ايه صفر فاصل صفر تمانية حلو كده الله عالدقة بقينا خمسة مليار واربعة من عشر ده الدعم اللي بيقدم لاسكان محدود الدخل ايه اللي بعده؟ يعني مش اقولك ذات خمس اضعاف هو كان صفر بقى خمسة مليار ونص طيب مين اللي بيستفيد من برامج الحمال الاجتماعي يا يوسف؟ انا اللي اجاوب؟ لا مش انا اللي هجاوب طبعا تعال اقولك بقى بص يا سيدي نشوف كده المركز الاعلامي يمقدم لنا ايه؟ قالك المخصص للفردة على بطاقة التموين كان 15 جنيه ده في 2014 وخد بالك طبعا هو قبل 2014 كانت فتة يغمة ناس متوفية ايه ناس لا تستحق التموين حاجات زي كده يعني كان 15 انا مش اقولك بقى الفلترة والتنقية اللي اتعملت كان 15 يا سيدي بقى خمسين جنيه في 22 طيب يبقى اني هنا بتكلم على المخصص للفرد ده الفرد في البطاقة ماشي يعني من 15 لخمسين سلع تموينية اكتر من 3 اضعاف طيب اضعافه 3 من 10 تقريبا طيب الدعم الاستثنائي اللي حصل في سبتمبر 22 بعد الازمة الكبرى بتاعت الحرب الروسية الاوكرانية واللي قلنا عشان شوف الاخوان من ساعتها هوكوش هوقلك ايه؟ إلغاء بطاقة التموين من سبتمبر عماني يقولوك كلام إلغاء الدعم الاستثنائي اللي هم يا جماعة ده مستمرة لحد شهر 6 يا جدعان لستة 23 شوف بقى اعتبارا من سبتمبر 22 والحد شهر 6 23 اضيفت 100 جنيه للبطاقة اللي بتضم اسرة واحدة 200 جنيه للبطاقة اللي بتشمل اسرتين او 3 اسر و 300 جنيه ده دعم استثنائي مستمرة لحد شهر 6 23 يعني لسه 6 شهر كمان للبطاقة اللي عليها اكتر من 3 اسر هو المستفيدين كتير؟ اه يا فندم المستفيدين من منظومة الخبز على سبيل المثال 71 مليون مستفيد يعني تقريبا 73% من سكان مصر طيب وبطاقة التموين تقريبا 63 مليون مستفيد يعني كده خبز كده تموين 71 مليون مستفيد من الخبز 63 مليون مستفيد من بطاقة التموين فلما تيجي تشوف هنا بقى المضاعفات عاملة ازاي؟ البطاقات التموينية الدعم بتاعها زايد اكتر من 3 اضعاف الدعم الاستثنائي بنتكلم تحديدا اسف زيادة الحد الادنى للمعاشات اكتر من ضعفين كانت 450 وبقى 910 ده الحد الادنى من 13 ل 22 طيب الحد الادنى للاجور 1200 جنيه في سنة 14 بقى 3000 جنيه في 2022 اللي اعنا بتتكلم في ده عدالة اجتماعية العيش قدامك والحد الادنى للاجور قدامك طيب تعالي على اللي بعده صفحة ستة احنا تكلم طبعا القطاع الصحي تعالي صفحة ستة مين يا يوسف اللي بيستفيد من برامج الحماية الاجتماعية خلال الازمة الروسية الاوكرانية انت قلت لنا بشكل عام خبزه بتقلت لك من قلت لك برضه على الدعم الاستثنائي لكن تعال نشوف حزمة حماية اجتماعية اضافية تخفف على المواطن تكلفتها كانت قد ايه 67 مليار و 300 مليون علوات للموظفين زيادات لاصحاب المعاشات زيادات حد الاعفاء من الضرائب بحاول اقلل الضرائب على الفئات الاقل دخلا بقللها قدر الامكان تحديدا بدي اعفاءات لبعض الناس طيب شوف هنا عندك 50 مليار و 500 مليون تكلفة صرف العلاوة الشهرية الاستثنائية 300 جنيه شهري للعملين بالدولة واصحاب المعاشات هتقولي مش كتير اقولك صح بس احنا عندنا في مصر فيه مسأة لطيفة يقولك النواية بتسند الزير العالم منهار اقتصاديا منهار و اظن انت شفت مظاهرات هناك في انجلترا فرنسا الدنمارك امريك حاجة يعني بالمناسبة انا عمري منبسط بانه فيه مظاهرات علشان الناس مش لاقيا تاكل ولا لاقيا تشرب ولا لاقيا تصرف في اي حتة في العالم الانسانية تبقى هي الانسانية بس انت عندك دولة بتحاول كل اللي تقدر تعمله علشان تسند معاك قدر الامكان طيب تعال نشوف هنا مثلا التمانية مليار اللي في الجنب دول احنا قلنا خمسين مليار اللي هم بتوع العلاوة تلتمين جنيه طيب تعال نشوف كده حد الاعفاء الضريبي ما انا عاوز اشيل ضرائب عن بعض الناس فشلت ضرائب بقيمة تمانية مليار جنيه كل سنة عشان اقلل من على الناس حجم العب طيب الخدمات زي الكهرباء برضو الاخوان احصل حاجة عاملوك ايه زيادة اسعار الكهرباء تقوله يا ولا الدولة واخد قرار مثبتة سعر الكهرباء اهو العام المالي الجاري اللي من اتنين وعشرين لتلاتة وعشرين سعر الكهرباء ثابت طيب تعال نشوف المساعدات بقى بتاعة الاسر الاكتر احتياجا تلاتة مليار و تلتميت مليون حزمة حماية اجتماعية على بطاقات التموين مستحق المين اللي هياخده بقى الزيادات دي حوالي عاشرة ونص مليون اسرة عاشرة ونص مليون اسرة لحد تلاتين ستة اللي جاي التكلفة واقفة على الدولة بتمانية ونص مليار طيب انا زودت كام اسرة على معاش تكافل وكرامة مليون ونص طيب انا عايز اقدم مساعدات وتوزيع سلعة غزائية ومواد تموينية مجانية للناس قدر الامكان حلو قدر الامكان في بعضها بعمله بسعر التكلفة وفي بعضها بقدمه باقل من نص سعر التكلفة حتى طيب انا عملت قد دي وزعت اتنين مليون كرتونة شهري باقل من خمسين في المية من سعر التكلفة على الناس شهري يعني تقريبا اربعة وعشرين مليون كرتونة وصلت لبيوت اهلينا وخلق الله تعالى نروح لصفحة سبعة ده الكلام اللي يهم الناس بالمناسبة الناس اللي محتاجة تعرف ده الناس اللي على قد حلقة طيب قرى الريف المصري برنامج حياة كريمة بالتحديد اللي بنتكلم عليه اول مبادرة الكبيرة والرائعة طيب المراحل بتاعتها يعني احنا عندنا مرحلة تمهيدية هنقول ايه هنطور القرى الاكثر فقرا ايه كمان في يناير قلنا هنعمل اطلاق المبادرة ده كان في يناير الفين وتسعة عشر تلتمية خمسة وسبعين قرية وتم استهداف تنفيذ تدخلات بيها في اربعتشر محافظة كانوا متوزعين في اربعتشر محافظة استفاد من المبادرة بتاعت حياة كريمة لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها اربعة ونص مليون بني ادم احنا عندنا بقى مستهدافات احنا رايحين لحد فيه احنا رايحين لحد تمانية وخمسين مليون طيب سرفنا تلتاشر مليون ما تم انفاق تلتاشر مليار انا اذف تلتاشر مليار جنيه اجمالي اللي تم انفاقه في هذه المرحلة اللي هم تلتمية خمسة وسبعين قرية نفذنا 100% من 375 قرية على نطاق 14 محافظة اتصرف فيها 13 مليون طيب ايه المستهدف من حياة كريمة كل الريف المصري اطوره كله على بعضه 58 مليون او 60 مليون بني ادم طيب ففي 21 اطلقنا المشروع القومي بقى لتطوير الريف بالكامل احنا في 19 قلنا هنعمل ما نطلق عليه كده يقولك النموزج الاولي بروتو تايب اعملها في قرية لا اعملتها في 375 قرية اعملها بحاجة ببلاش كده لا دانا صرفت عليها 13 مليون جنيه انا بستهدف كم قرية بستهدف 4584 قرية غير توابعهم توابعهم تقريبا 32 الف تابع اللي هي بقى النجوع والكفور والعزب يعني مش القرية وبس ده القرية بتوابعها موجودين في كم مركز كم مدينة 172 التكلفة يدلنا ويدلكم الصحة والقدرة من عند ربنا واحد تريليون جنيه فلما يجي حد يطلع عند العلم بتاعت الاخوان دي عال ركش وفلوس مصر بتروح فيه اهي تريليون جنيه عشان حياة كريمة بس بس لا بنقول بقى تأمين صحي ولا بنقول تأمين اجتماعي ولا بنقول معاشات ولا بنقول تموين ولا بنقول دعم خبز ولا بنقول حياة كريمة ده تريليون بس كده علشان حياة كريمة المرحلة الاولى 21-22 دخلت على 52 مركز طيب 22-23-60 مركز طيب 23-24 بإذن الله سبحانه وتعالى 60 مركز ونبقى خلصنا مش بس كده ما عايزك تركز في حاجة بقى كان قالها الرئيس قال ايه احنا بعد ما نخلص كل ده لازم نبقى عاملين حسابنا على المتابعة والصيانة احنا مش هنبقى بنعمل كل ده ونسيبه في الاخر خلص بعد كده لا يتابع ولا يصام احنا هنتابعه ونفضل طول الوقت نتابعه ونشتغل عليه بحيث انه ما يعديش عليه سنة في التانية في الخامسة ولا العشرة ويبوز تاني لا تعالى نشوف صفحة ايوه نجابه الصفحة الوحدة ما شاء الله انه من غير مقول صفحة التمانية طيب هل الدولة المصرية عايزة بس توزع يعني ندي تكافل وكرامة وسلاموا عليكم نوزع العيش بسعر المدعوم نوزع التموين او سرعة التموينية بسعر المدعوم نا بس او نوزع حتى الكراتين خالص الدولة الجمهورية الجديدة عايزة ايه عايزة تمكين اقتصادي انا دايما نقولك في جملة ايه المصر يشتغل ويكسب لقمة عيشه بعرق جبينه وبكرامته بعزة وكرامة فالجمهورية الجديدة جزء من فلسفتها التمكين الاقتصادي الكل يصبح قادر على العمل ولديه فرصة للعمل ومدرب على العمل فتيجي نشوف هنا رعاية اجتماعية للفئات الاولى بالرعاية من غير القادرين تم اعفاءهم من المصروفات الدراسية سواء اذا كان برنامج تكافل او برنامج تكافؤ الفرص التعليمية بالمناسبة احنا عندنا برنامج رجعين تاني للمدرسة او رجعين للمدرسة رجعين نتعلم حاجة زي كده دول ولادنا اللي اهليهم غير قادرين على دفع المصروفات الدراسية فحياة كريمة تكفلوا بدفع هذه المصروفات بالمناسبة عشان الولاد يخشوا يتعلموا يرجعوا تاني ما يبقاش الاحتياج المادي واقف عائق قدام تعليمه خمسة مليون طالب تم اعفاءهم من المصروفات الدراسية طيب تعالى نشوف اهلينا الكبار في السن دول محتاجين مراكز للرعاية ونوادي وما الى ذلك 34 ألف من أهلينا استفادوا من خدمات 355 دار ونادي دول أبهاتنا وامهاتنا بالمناسبة يعني في سن بعض ولادنا يبقوا أجدادهم يعني وجدته طيب أبناء مصر كريم النسب ولادنا السوضطين 27400 من ولادنا دول اتقدمت لهم رعاية ومساعدة بتكلفة تقريبا 660 مليون جنيه مصري علشان دول برضو ولادنا ولادنا ويستحقوا كده لهم يعيشوا كويس يأكلوا كويس يلبسوا كويس يتعلموا كويس تعالوا نشوف الدعم النقدي والدعم العيني اللي بيقدم بشكل شهري ليهم في نطاق بقى لإيه الأسر الطبعية ولادنا تانين حوالي 431 ألف من أولادنا اللي فقدوا أب أو أم أو الاثنين فبيتوفر لهم دعم نقدي بتكلفة قد إيه بقى 1 مليار و300 مليون سنوي دي مش مرة وراحد سنوي تعالوا نشوف إخواتنا القادرين باختلاف بيتعمل لهم دعم نقدي بقيمة 5 و 2 من 10 مليار جنيه سنوي بيستفيد منهم مليون ومئة ألف كل ده غير الصندوق اللي أعلن عنه الريس بالمناسبة طيب تعالوا نشوف الأسر اللي تضررت من أزمة أو كوارث فردية لقدر الله أو كارثة عامة لقدر الله أيضا اتقدم لهم قد إيه دعم اتقدم لهم مساعدات بحوالي 910 مليون جنيه استفادت منهم حوالي 226 ألف أسرة بس كده لأ إحنا لنا أهالي كبار بلا مأوى حوالي 22 ألف بني آدم 22 ألف إنسان مواطن مصري فتقدم لهم آه دول بلا مأوى اتقدم لهم أيضا دعم وتعاملت معهم وزارة التضامن إحنا بنتكلم في التمكين الاقتصادي على 43 أولا 44 مليار جنيه مصري اتعملوا في إطار مشروعات صغيرة متنهية الصغر وفرت حوالي 3 مليون فرصة عمل لحد شهر نوفمبر اللي فات على طول ده مش بنتفرج على الناس مصر ما بتتفرجش على ولادها وخلاص طيب تعالي نشوف حجم المشروعات أو أعدادها عندي تقريبا 27 ألف مشروع تم تمولهم من صندوق صندوق التنمية المحلية التكلفة كانت تقريبا 184 أو حوالي 185 مليون طيب تمويل حوالي 200 ألف مشروع هم 200 و 1 ألف تقريبا مشروع في برنامج مشروعك بالتحديد وده وفر 2 مليون فرصة عمل عد بالمناسبة فرصة العمل تبتكلم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتنية الصغر 2 و 8 من 10 مشروعك 2 مليون يبقى كده كام 4 و 2 من 10 مليون طيب قروض الأنشطة الاجتماعية والاستثمارية الممولة من بنك ناصر الاجتماعي بالمناسبة احنا بنتكلم على حوالي 20 مليون واطن ايه ده تعال نشوف صفحة 9 دي أرقام انت من حقك تعرفها البعض استفاد من اللي بيسمعونا هو كده عمليا مش البعض كتير من اللي بيسمعونا او اغلبهم استفادوا من ده وفي ناس تانية ما استفدتش من ده فمش عارفين فلازم يعرف طيب والاستفاد يا يوسف انا بيقوله ده اللي بتقدمهو لك دولتك عشان ده حقك وليك اكتر منه كمان بنحاول تعال نشوف صفحة 9 دي بتقول ايه طيب السكن هل الناس تعيش تحت الكباري ولا في عشوائيات خطرة ولا في عشوائيات غير مخططة لها وميبقاش من حق ولا مية ولا كهرباء ولا صرف ولا 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 نشتغل علشان خطر الناس دي تعيش بالمزبوط لازم يعيشوا بالمزبوط السكن الاجتماعي اتنفذ فيه كام وحدة سكن اجتماعي هلينة لعلى قد الحال 612 الف وحدة و500 بالمناسبة التكلفة كانت كام 98 مليار جنيه عشان السكن الاجتماعي طيب لسه فيه عندي تاني ايوة انا بنفس دلوقتي ربع مليون وحدة يعني عملين انت هتوصل تقريبا لمليون وحدة سكن اجتماعي بس بس طيب في المناطق العشوائية المناطق العشوائية عندنا 1 و 2 من 10 مليون مواطن استفاد من تطوير 357 منطقة غير امنة المناطق الخطرة 25 محافظة من اصل 27 خدوا 246 ألف وحدة سكنية تكلفتها كانت 63 مليار تعالى نشوف المناطق غير مخططة اثبت الهجانة على سبيل المثال من المناطق غير المخططة ده مثلا الدوئة منطقة خطرة او كانت يعني طيب 318 مليار جنيه لتكلفة ورفع كفاءة البنية الأساسية في مناطق غير مخططة 58 منطقة على قد ايه بقى 4595 فدان يا مؤمن فيهم تقريبا 460 ألف أسرة اضرب العدد في 4-5 عشان تعرف الناس استفادت إلى أي مدى ده غير 90 منطقة بمساحة تقريبا 10 تلاف 47 فدان بنشتغل عليهم وجاري من الانتهاء او جاري الانتهاء منهم دول بيخدموا الواحدون مليون أسرة يبقى انا بتكلم في حوالي مليون ونص أسرة يا دين النبي طب الأسواق غير العشوائية حيث الهرج والمرج في 2030 بإذن ربنا سبحانه وتعالى مصر هتكون انتهت من الأسواق العشوائية تماما تكلفة تطوير هذه الأسواق 44 مليار عدد الأسواق 1105 سوق عشوائي فيها 306 ألف وحدة بيع بتعبير زمان فرش طيب بيتم التطوير دلوقتي اللي بيشتغل على 20 سوق كويس وفيهم حوالي 3033 وحدة أخد بقى أهوة بقى عشان نصح صح وده شغل مين هل ده شغل للناس الأغنية يا جماعة يعني كل اللي أنا قلته ده ليه علاقة بالناس الأغنية لا ليه علاقة بالطبقة المتوسطة العليا كبار الموظفين في الشركات الاستثمارية وما إلى ذلك لا ليه علاقة بالطبقة المتوسطة بعض الأمور هنا ليه علاقة بالطبقة المتوسطة وكثير من الأمور ليه علاقة بالأغلب الأمور ليه علاقة بالطبقات أقل من المتوسطة الأكثر فقرا والأكثر احتياجا طيب تعالي نشوف صفحة 10 الرعاة الصحية ودي حاجة مهمة جدا ويمكن في أول الكلام اتكلمنا على فيروس C طيب نسبة زيادة عدد المواطنين اللي تم علاجهم داخل مصر على نفقة الدولة زادوا قد إيه في المية 108% ماشي طب كان بيتصرف أو كان مواطن تقريبا كانوا تقريبا صفر فاصل 96 مليون مواطن صفر فاصل يعرف يعني كم يعني 96 ألف بني آدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقوا 2 مليون مواطن يا رب يدي كل الصحة لكن كانوا 96 ألف بني آدم اللي بتعالجوا عن نفقة الدولة اللي خدوا العلاج اللي تعالجوا دلوقتي 2 مليون خدوا العلاج واتعالجوا ربنا يتم شفاء الجميع أكتر من أربعة أضعاف زيادة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة في الداخل سنة 13 كنا 3 مليار وصلنا لـ 12 مليار و 6 من 10 بيتدفعوا علشان علاج على نفقة الدولة في الداخل برامج العناية أو الرعاية الصحية لغير القادرين 6 و 8 من 10 مليون بني آدم يعني 6 مليون و 800 ألف من غير القادرين إيه هي المنظومة بتاعت التأمين الصحي الشامل يعني؟ تعالي نبص المنظومة عايزة تعديل لهيكل إنفاق الأسر اللي 60% بيتصرف منه من اللي انت بتكسابه ده أو آسف من اللي انت بتصرفه ده 60% من مصرفاتك على الدواء والعلاج مصر مش عايزة كده مصر عايزة حضرتك ما تتكلفش إلا رسوم وأنا قلتلك قبل كده فمنظومة التأمين الصحي الشامل أدخن وأغلى عملية بعد الشر عن الجميع أدخن وأغلى وأدق عملية تتعامل بـ 300 جنيه فقط لا غير فقط لا غير ماشي طيب بدأت المنظومة في بورسعيد لو تفتكر رحت على الإسماعيلية ولقصر وجنوب سينة وأسوان المرحلة الأولى تكلفت 51 مليار و22 مليون استفاد منها أكتر من 5 مليون بني آدم في مصر التأمين الصحي الشامل مش العلاج على نفقة الدولة ده حاجة وده حاجة ده 6 و 8 من 10 مليون مستفيد العلاج على نفقة الدولة تأمين الصحي الشامل 5 مليون مواطن بص بقى تم تسجيلهم في المحافظات اللي احنا بنقولك عليه طيب أكتر من 17 مليون خدمة طبية تيجي تقولي 5 مليون أقولك ده 5 مليون مسجلين سجلوا أساميهم تم تسجيلهم في المنظومة في الخمس محافظات دول طيب اتعامل قد إيه خدمات طبية 17 مليون خدمة طبية 270 ألف عملية بالمناسبة ده 270 ألف عملية أدخن واحدة فيهم و 300 جنيه اللي بعده صفحة 11 عندنا 16 مبادرة صحية في البلاد اتعاملت وجاري التنفيذ 152 مليون زيارة للمواطنين 152 مليون زيارة يا خبر ايه ده ده كتير قوي طيب بص هنا على المبادرة الرئيسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكولوي الريس بدأ معانا بفيروس سي أنا أفتكر زمان ساعة أنا مريد 75 أنا عيشت عمري كله لحد 2014 ولو حبيت تاخدها لحد 2011 جزء لا يتجزأ بل هو جزء أصيل من احتجاجات الكل حلو في مصر لازم حديث على فيروس سي لازم حديث عن الفشل الكلوي وكنا نقول كده شعاره كان يكتب في كل الجرائد ويتقال في كل حاجة في أي حراك في أي منقابة في أي مكان أكباد المصريين مش عارف ألمه ترق أين العلاج لأكباد المصريين الفيروسات تفتك بأكباد المصريين ده يبقى شعار الشعار التاني الفشل الكلوي الذي تسبب فيه فلان وعلان أنتم تفتكون بصحة المصريين جي الرئيس عمل حاجتين مهمين جدا 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 في الرعاية الصحية وما بينهم مهم بس الحاجة الأولانية كانت فيروس سي أكباد المصريين في خطر ده الحديث اللي فضل داير من ساعة منت ولدت لحد 2011 وحداشر واثناشر وطلاتاشر وكذلك الفشل الكلوي طيب اشتغلنا على فيروس ييجي الرئيس يقولك لأ والاعتلال الكلوي نسكت ما نسكتش فيبقى عشرين عشرين اطلاق المبادرة طيب اتصرف قد ايه اتنين ونص مليار علشان الأمراض المزمنة والكلة تلاتين مليون مواطن تم فحصهم وتقديم العلاج اللي لازم ليهم بالمجان لحد دلوقتي لحد دلوقتي طيب تعال نشوف أرقام في السريع كده الندارات ماتين وسبعين ألف ندارة طبية تلاتة واربعين ألف عملية مية بيضة مثلا عندك واحد وستين مليون اول اتنين وستين مليون شخص اتعملوهم فحص في عموم الجمهورية واحد وستين آسف واحد ونص مليون بني قدم اتعملوهم اجراءات او عمليات جراحية اللي انا بقولهولك ده اعتبروا الحلقة الاولى من سلسلة المال اسمها كنا وكيف أصبحنا بالمصر الفصيح احنا كنا فين وبقينا فين هو احنا معديين معديين بأمر ربنا أولا مفيش حد عارف الغيب إلا الله بس احنا في ثمان سنين كلنا اشتغلنا كلنا المشاهد والمتحدث والمسؤول كلنا اشتغلنا محدش فينا حط ايده في جيبه بالمناسبة لما بتقول اصلي مفيش حاجة بتحصل في البلد ده معناها ان انت ما بتعملش حاجة معناها متأكد انك انت بتعمل حاجة ما انت بتشتغل وش ايان صح وكلنا هنفضل نشتغل لحد ما هنعدي هتعدي هتعدي ازيدك من الشعر بيت طيب بصلي كده على حزمة اجراءات حصلت في الثلاث اسابيع اللي فاتوا وقل لي رأيك خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام اهلا 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 بحضراتكم بصوا بقى بكرة او النهاردة بالمناسبة النهاردة النهاردة هي الذكرى السنوية لرحيل رجل بالمناسبة اه غير انه تولى مهمة الانتاج الدرامي في مصر داخل التلفزيون المصري في مرحلة كانت من اجمل مراحل امتاج الدرامي المصرية زمان والحمد لله ان احنا استعدنا تاني عرش الانتاج الدرامي مرة تانية وفي نفس الوقت نفس دات الرجل طالما كتب سيناريوهات لمجموعة من اجمل وابدع الافلام اللي تم انتاجها في السينما المصرية خلال فترة الستينيات ها الله فين يا ولاد لانا كنت لسه هشاور استاذ ممدوح الليسي الله يرحمه طبعا والد زميلنا وصديقنا العزيز الدكتور عمر الليسي وعم صديقي العزيز خلد الليسي اخبارك اخر الراجل ده قدم من خلال عمله وترقوسه لقطاع الانتاج مجموعة رائعة ذهبية من كلاسيكيات الدراما المصرية تقدر تقول عليها انه ده كلاسيكيات على ايامنا كانت لسه حاجات جديدة وزي ما بقولك وكاتب سيناريوهات لمجموعة من اروع الافلام خلوني هنا اخد على التليفون كاتبنا وناقضنا الكبير والسطرق الشناوي يتحدث بافضل مما تحدثت بل بما هو اعمق ازاي حضرتك يا أستاذ طارق اهلا وسهلا وسهلا والطيوبين وحضرتك بالصحة والسلامة وسنة سعيدة عليك يا رب الله يخليك علينا كلنا وعلى كل العرب سنة سعيدة علينا امين يا رب الاستاذ ممدوح الليسي اه علامة فارقة على كل المستويات الحياة والانتاج الدرامي في مصر وبالتالي في العالم العربي لانتعرف مصر لما كنتك دراما بتعرض طبعا الشاشات المترية وايضا بتبقى بتواجدة بقوة في كل الشاشات العربية صحيح طبعا قطعا قطعا ضلع كبير جدا في البناء الدرامي المصري وراه ممدوح الليسي كمسؤول نهيك واضح انك في المقدمة اتكلمت عن الجانب الابداعي بقى اللي عنده ممدوح الليسي نفسه اللي هو الكاتب صحيح اللي كتب الكارنك والمزنبون وصرسرة فوق النيل وغيرها الحقيقة من الاعمال المهمة جدا في تاريخنا الدراما وهي عددها قليل بالمناسبة اللي كتبوا ولكن تفاجأ انه اغلبها عمل حاجتين مهمين اوي انه عمل نجاحها ادبي وفني ضخم بل بعدها اثار مشاكل سياسية صحيح الجزء التاني النجاح الجماهير الضخم وده كان نادرا ما بيحصل يعني غالبا بتعمل عمل فني فانسولي يا سلام عمل عظيم ولكن انه كمان العمل ده يبقى له مردود جماهيري طاغي ده كان عند ممدوح الليسي عنده قدرة على انه يجمع بين الحسنين الثالث صارت قضايا كان يمتصل للمحاكم اه اتذكر جيدا انه كتير من الافلام ممدوح الليسي كان بيبقى المنشط انه مثلا فلان فلاني بيطالب بيقاف العرض وتقديم اللي قدموه امام المحكمة وحدات كده فتبقى صفحات اولى زي القرنك ايوه طبعا صفحة اولى في الجرائد كلها طبعا الموضوع اللي اثاره غضب ناس كانت مسؤولة في الدولة قبل قبل ناس السبعة وستين وقدموا فعلا شكاوى قضائية وهكذا ممدوح الليسي اول بالمناسبة هو اول سيناريس مصري يحصل على جائز الدولة التقديرية صحيح بعد كده خدها ناس يعني اول كاتب درامي اول كاتب سيناريو يحصل على جائز الدولة التقديرية حالي وقوي طب هنا برضو يعني انا سعاد بمصة عليها باعتبارها حاجة من ضمن الامور النادرة اللي تحصل انك تجد مسؤول في النهاية خلص هو جوه النطاق المسؤولية كرئيس لقطاع الانتاج على سبيل المثال الناس التي تحترف المسؤولية وجيدة في مسألة الادارة وما الى ذلك ما اعتدناش انه هم يبقى فيه عندهم نواحي ابداعي وكان اساس ممضوح الله يرحمه زي ما هو سيناريست بارع زي ما هو اداري بارع بص الاثنين كانوا وجهين اللي امنا واحدة هو كان تماني انت عايش لما بكون سيناريست بيبقى اول حاجة في المبدع قدرته على التزوق بداية الابداع يجب ان يأتي من التزوق وبعد كده بقى تبدع او لا تبدع ده موضوع تاني لكن لازم تكون متزوقا فلانه ممضوح ليش كان سيناريست بارع فكان بيجيب التزوق يقدر يحس لما يرى النص النص ده فعلا يستحق يدافع عنه حي حي يعجب الناس وهكذا الى اي مدى كان ممكن كمان بيدافع عن المبدعين يعني مثلا حكيت لي مدام العام محمد علي في المسلسة الضمينة قبل حكمة هذا خلاف بينها وبين مدام فاتن خلاف حاد ااااا� وكان طرف في كمان أسامة أسامة كان عنده موقف لانه كان استاذ أسامة انوار عكج اااا ل هو الكاتب النص كان بيستطلب منه ان هو ممكن يغير الحاجات كنت عارف أسامة كان طبعااا most يريده لنك ما تفرضه الشخصيات الدرامية. صحيح. المهم في اللحظة من اللحظات الفاصلة مدام فاترك تعايز تغير الانعام. ودي فاتن حمامة. يعني مسموعة الكلمة اكيد. ممدوح ليس يتمسك بالانعام محمد علي. ده برضو يبين لك المسؤول الى اي مدى ممكن فعلا يضيف بقى ويتحدى واثر وفعلا ضميل قبل حكمات من اهم المسلسلات الدرامية. طبعا. باخراج نعم محمد علي. صحيح صحيح. هنا جانب اخر يمكن محدش جاب سيرت بحاجة اتكلم على الموضوع ده انه الحساسية طبعا الحديث على مشاكل داخلية لها كل هذا الشأن الحساس. ايه. في يعني اغلب الاعمال الدرامية اللي عاشت هتلاقي كان الممضوح ليس مسؤول وبيختار وبيشارك بيشارك اختيار الكاتب المخرج في الدفاع كمان عن الاعمال الفنية كان يعني هو مسلا نصر ستة وخمسين ما هو آآ ناصر ما كانش اول مرة حد يفكر ان يتعامل الشغل عن جمال عبدالناصر. ايه. لكن ممضوح ليس تتحمس انه ان يقدم هذا الفيلم اللي هو ناصر ستة وخمسين. كيف؟ من موقعه بقى كمسؤول وفر آآ امتنك لو اقنع احمد زاكي في عز نجومية احمد. ايه. فيما طبعا بتبقى دايما الفيلم السينمائي بشكل مباشر بيبقى عليه طلب. لكن لانه ده فيلم السينمائي انتج التلفزيون. اه. ولانه وراه آآ قوة ادبية آآ احمد زاكي آآ دخل ووحكي اشترك كمان كان بيعمل ساعات يعني انتاج مشترك. اه. زي ايام السيدات. ايه. ما تلاقي الدولة مشتركة. كمان ما هوش آآ فقط انتاج احمد. لا. الدولة موجودة وغيرها الحقيقة. فهو كان آآ يعني آآ بوتاقة كده آآ وعارف لانه عارف كمان الفنانين فيقدر لما يلاقي مثلا النجمة آآ مش عارف يتفاهم معاها ماديا. فممكن يبقى فاهم ممكن لو جاب نجمة ثانية. ويبتدي يتفق معاها لذا ممكن يحرك النجمة الاولى اللي كانت معترضة. او المخرج زعلان من حاجة. ده اوه. عزيز ما مدوح الله رحمه كان ليه قصص كتير في هذا الاطار اللي هو ايه ما بتقفش على حد يامي. ده نقدر اخلق نجوم. هو عارف يعني مداخل الشخصيات. يعني ممكن تبقى انت مسؤول وعارف قيمة الناس. لكن ازاي تعرفهم انسانيا. ها. وياللي ممكن لو انت عملت كزا او اقلت كزا. هتضمن ان العمل دا يتعمل. او. لا لو في مشكلة ازاي تتلاعب. هو كان. يعني كان مجموعة من baseball. من المهارات. منها الانسان. لان خد بالك هو بدأ. هو هو اساسا انضبط شورت. ايوه. وبعدين اشتغل في روزة اليوسف سنحفين. ايوه. وقال لي انه كان بياخد ربع جنيه يعني خبس عمشين اشرش. ايه. ولو الخبر طويل سوية. كان ب St. 50 ايرش. يعني فهو اعترك الصحافة منذ البداية يعني من تحت أوي لو كتبت الخبر صحيح واستمرت بقى رحلته واستمرت رحلته واستمر مشواره الحية الله يرحمه أنا بشكرك جدا 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 كل الشكر لحضرتك فعلا بالمناسبة خلي بالك أنت ممكن تعلق على الأفلام بمنظور سياسي دي قصة لكن تعلق على الفيلم فنيا دي قصة تانية فالأفلام دي كانت فعلا أفلام مهمة جدا أفلام مهمة على الصعيد الفني اتفقت واختلفت مع منظور سياسي دي قصة تانية خلوني أخدكم ونروح على ميلاد فنان بالمعنى الحرفي للكلمة لأنه أنا ما حبش دايما أحطه بس في إطار الإطار الموسيقي لأنه كان ممثل حلو قوي رائع مش أنا اللي أشعاد له بس دي الحقيقة ليه تاريخ فيه المسرح الغنائي مهمة قوي ليه تاريخ فيه الغناء فيه اكتشاف المواهب ليه تاريخ مذهل في التأليف الموسيقي فنان الكبير الله أرحمه السيد محمد نوح هذا الرجل واحد من عبقرة الموسيقى المصرية دون أدنى مبالغة ولازم تعد تجيب الساونتراك بتاع فيلم المهاجر على سبيل المثال مثال اسمع المزيكة وتشوف يعني إيه محمد نوح الله يرحمه معانا على التليفون مريم نوح إزاك يا مريم أهلاً مزيك يا أستاذ يوسف عام لأيه من غير ولا أستاذ ولا حاجة مفيش أستاذة في الموضوع المسألة يوسف أبسط من ذلك يا ربي خليك كل سنة وانت طيب وانت طيبة وسنة سعيدة عليك وعلى الجميع وانا من الناس اللي بتحب دايما تحتفي بالميلاد مش بذكرى الرحيل يعني بس احنا اعتدنا ان احنا بنحتفي بالذكرى كتير بس انا دايما نركز على الميلاد بصراحة للأسف احنا كتير قوي بنفتكر الناس بعد ما بيبقوش موجودين معانا بس أستاذ محمد يعني كده كده كنا فاكرينه هو معانا وبعد أن رحل عن دنيانا ففضلت بالمناسبة أعماله وولاده يعني برضو دي حاجة مهمة ربنا يخليك ويدلكوا الصحة جميعا ربنا يخليك أنا وأنا بتكلم قلت انه أستاذ محمد نوح الله يرحمه مش عايزة حطه بس في إطار الموسيقى لأنه هو مسل حلو قوي وعمل تاريخ مهم في المسرح الغنائي والمسرح الموسيقي زي مألف موسيقى عالمية بالمعنى الحرفي لكلمة عالمية أنا محقف دا ولا لا أنا قلت طبعا المهاجر دا من ضمن الحاجة من ضمن لأنه تاريخه أكبر وأهم وأعمق طبعا تحقيقي اللي معروف عن بابا هو لا يتعدى 20% من اللي عمله يعني اللي الناس عارفاه فعلا وعنده كنية أعمال وعنده ريبرتوار أعمال الناس ما تعرفوه لغاية النهاردة لأنه ما تزعش وما تعرفش يعني هي الناس دايما فاكرة بابا مدد وهو أعماله أكبر بكتير جدا واللي دايل الفن أكبر بكتير جدا جدا من مدد بس صحيح أتفق معاكي جدا بس هنا في نقطة إن اللي ما نعرفوش 80% 80% دا عاوزين نعرفه يا ماريه يا ريت إحنا نفسنا إن الناس تعرفوه لأن إحنا موجودة عندنا التاريخ دا موجودة عندنا أعمال بابا كلها اللي تعرضت على مسارح عالمية زي الكوميديش فرانسيز في فرانسا والحاجات الموسيقى التصويرية اللي هو عملها واتعملت بأوركسترا سين عذا فعاله يعني بابا عنده كنية أعمال الناس ما تعرفهاش وأغاني الناس ما تعرفهاش إحنا نفسنا إن الناس تعرفها طيب إحنا عاوزين نشتغل على كده يعني أنا عايز إن الحاجات دي كلها نشوف هل هي محتاجة يعني يتعمل لها ديجيتيزيشن عايزين نعمل لها ديجيتال أركايف عايزين نشوفها تنزل على منصات زي واتشت يعني في ناحنا عايزين كل دا يظهر يبقى في حد يتبنى الموضوع دا مش لبابا بس لأن أكد في نفس كتير زي بابا عندهم كتير من أعمالهم مش معروفة كمان حتى للأجيال الجديدة يعني حتى لو تعرفت لناس من الأجيال اللي قبل كده محتاجين إن الصغيرين يبقوا عارفين تاريخنا وتاريخ بلدهم أعمال اللي اتعاملت قبل كده عشان يبقى زي ما بابا لا يرحمه كان دايما يقول لازم البني قدم يبقى ليه جدر في الأرض زي ما ليه فرقة في الثماء فلازم نبقى عارفين القديم عشان نقدر نبني عليه ونكبر بقى بعد كده والحاجات دي كلها موجودة موجودة طبعا كلها موجودة عندنا وديجيتيزد؟ ديجيتيزد وفي منها طبعا حاجات لسه مش ديجيتيزد لأن إحنا عندنا حتى النوت والحاجات دي هو كان كاتبها بإيده الله يعني فكل الكلام ده موجود إحنا نفتينا بس لو حد يساعدنا إن إحنا نقدر نطلع الكلام ده إن مثلا وضعفة الثقافة تتبنى ده أو أنتتي تتبنى معنا الحاجات دي لبابا وغيره لازم نشتغل على كده لازم نشتغل على كده طيب آخر حاجة هسألك مريم نوح تقول لباباها إنه هاردة في عيد ميلاده أقول له طبعا كل تانا وانت طيب ويعني إحنا ننتج بابا لحظة لأنه هو غير إنه هو كان راجل استثنائي هو كان قبل استثنائي وإنه برغم إن أنا سهد فيه ممكن تكون مجروحة بس هو كان راجل عظيم على كل المقاييس وعلى كل المستويات لدرجة إنه إحنا كنا بنقعد قتامه عينينا مبرقة من كثر الانبهار مش بس لأنه بابا هو كان مدرسة في كل حاجة وإحنا لو كان فينا إحنا التلاتة حد بقى فيه حاجة حلوة في حياته فهو بسبب إن إحنا وليد الراجل ده الله عليك والله أنتو التلاتة زي الفل بالمناسبة يعني حقيقي أشكرك جدا 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 يا مريم ويا رب تبقى سنة سعيدة علينا جميع جزء من سعادتنا في هذه السنة إنه كل الأعمال بتاع موسيقرنا الكبير محمد نوح تبقى كلها مؤرشفة وموجودة ونقدر إن إحنا نعرضها على منصتنا ونشوفها ونستمتع بيها إلى آخر أنا بشكرك جدا 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 مريم نوح خلونا نروح للفاصل وبعد الفاصل هنتكلم على حاجة مهمة جدا موافقة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة طبعا هنا هتقولولي أن 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 هقولك طب ما تسمع ونشرح ونفهم ونعرف النتيجة بتاعة هذه الخطوة وتأثرها الإيجابي إلى أي مدى خير من يحدثنا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي بعد الفاصل جي من الحلقات اللي بتبسطني لما يبقى فيها كلام اقتصاد أبقى ساعات الدنيا والآخر وتزيد السعادة لما يبقى مستهل العام مع دكتور مصطفى بدرة خبرنا الاقتصادي البارز والكبير فبقى متفائل وسعيد ومستفيد وكمان في أول السنة يا بختنا منورنا يا دكتور ربنا يخليك يا فندم كل سنة وحضراتك طيب وكل مشاهدنا طيبين شيء يسعدني ويشرفني أن تكون بداية العام بداية إن شاء الله يا رب طيبة بلقائي يعني أتمنى إن شاء الله نستكون بترفقها الأكاد هتبقى زي الفل بإذن الله بإذن الله يعني هبدأها بأنه وثيقة ملكية الدولة ناس كتير اللي له فيها واللي مالوش فيها بيتكلم على وثيقة ملكية الدولة إلا إن الخبراء دايما يطمنون على ذلك ونحن بثقة مطلقة في فخامة الرئيس متأكدين أنها سوف تأتي بثمار هي الأجود بس الأول يا دكتور يعني إيه وثيقة ملكية الدولة شوف يا فندم بمنتهى البساطة خالص الدولة جمعت كل الأصول اللي عندها ووضعتها كده في كتالوج كبير وقالت دي الوثيقة ما تمتلكه الدولة المصرية حلو طب هي الدولة بتعمل كده ليه يعني هي عملت الدليل كده كبير كويس وحصرت كل الأصول اللي عندها المستغلة والغير مستغلة استغلال من الحكومة يعني أو من الأجهزة المعنية كم المحافظات وما شبه لزي هتعمل بإيه فقالت لك أنا عندي عدد من الأهداف في برنامج الإصلاح الاقتصادي من ساعة ما بتديته لازم يتحققه الأهداف دي لازم تبقى سابتة معايا ومع غيري ومع اللي بعدي ومع اللي بعدي تفضل الناس ما الشبيه زي إيه قالت لك عندي بعض من الشركات عايزة أحسن من قدرتها طب ليه قال لك أصلا أنا عندي مستهدف مش عارف أتحكم فيه اللي هو عبارة عن إيه زيادة معدلات الموليات في الدولة تمام كده فده بيزود عندي كل سنة من السنين تقريبا طلب مليون واحد للتوظيف كويس كده فعشان ألبي الطلب ده لازم أنفتح على الاستثمار لازم أشغل البلد كلها طب تشغل البلد كلها إزاي؟ لازم تعمل حصر الأول حصر الايه؟ ليه ما يتمتلكه؟ حطت إيه ده كده على اللي بتمتلكه الدولة كلها أو مساهمة فيه ورح توضع وثيقة كده كبيرة ورح تجمع عدد كبير من الخبراء بعد ما عملت الوثيقة من كل الجهات المعنية معارضين ومؤيدين ومختلفين وكلهم طيبين ومتمام وقالت لهم تعالوا قلوا لي رأيكم في اللي أنا بعمله ده إيه؟ كل واحد أبدأ برأيه البيع لازم يكون على فترات لازم الدولة تتخارج من قطاعات أو أنشطة معينة والأنشطة دي تدي إتاحة للقطاع الخاص إتاحة جبيرة قوي وهدي لحضرتك مثل قطاع السياحة في وجهة نظري دايماً لازم يكون تبع القطاع الخاص ليه؟ لأن قطاع السياحة ده دايماً نشط مرن سريع التفاعل مع المجتمعات الخارجية والمجتمع الداخلي فما حقيتوش يقيد أو يكون ليه من الخيود في البيوكراطية ما ينفعش تكون الدولة صاحبة فندق وعلشان تجيب مستلزمات الفندق تعمل استمرها مش عارف كام وتروح عندي مش عارف مين الكلام ده ما ينفعش فالدولة لقيت عندها رؤية رؤية اقتصادية بتبحث أنها تنافس العالم فده بقى التحدي التاني التحدي الأولاني عندنا زيادة عدد الطالبين للتشغيل التحدي التاني لازم نكون في مصف الدول المتقدمة مصف الدول المتقدمة فندق لازم الدولة تتخارج كويس وتطرح عدد من مشروعاتها للقطاع الخاص ده بتبسيط يعني أبسط من ما نتخيل يعني أنا كبني آدم لو افترضت أن أنا عندي ثروة ماها هينفع أكبرها أو أتصرف فيها من غير معرف حجمها استحالة فالدولة الأول عرفت إيه حجم ثروتها بالزبط مزبوط وبدأت تشتغل على أنا علشان أكبر الثروة دي ونميها وتفضل طول الوقت بتكبر ما تبقاش بتصغر من حيث قيامها النسبية صح فيبقى أنا أفضل أزودها واستغل لها فجبت الخبر اللي هيقولولي نعمل إيه من كل حتة بالزبط كده والأمر الثاني بالنسبة للدولة إن هي زي تنمي الأصول الخاصة بيها علشان تقدر تكون لها مردود مالي ما احنا مش هنفضل كل سنة من السنين نقترض من الخارج أهو الدولة لما حطت الوثيقة دي قالت لك أنا عندي مدى زمني هتو عادي قدي حكومة قالت لك 4 سنين طب انتي محتاج قدي حكومة ده الكلام ده دولة رئيس الوزراء اللي بصرح به رسم أهو عايز 10 مليار دولار كل سنة استثمارات تزيد من القطاع الخاص داخل الأصول الخاصة بالدولة أجيب بقى استثمارات من استثمار خاص أو استثمارات وطنية أو عربية أو أجنبية استثمار عشان الناس ما تفهمش غلط الاستثمار ده عبارة عن إيه إن أنا أنامي الموارد الخاصة بيها وبنتها البساطة زي ما حضرتك تفضلت عندي شوية فلوس عندي عقارات عايز أطورها ونميها علشان تفضل تجيب لي في عوائد أحسن من قدرتي حلو التبسيط ده كويس حلو جدا ده بقى أكيد ليه مجهود فيه عمل بتقوم بيد دولة الحصر ده النهاردة لازم الدولة تبقى عارفة هي صحبة إيه في الأصول دي بالكامل يعني مثلا زي هيئة السكة الحديد مظبوط هيئة التأمين الصحي حلو تمام كده هيئة مثلا الطرق الكباري أي مشروع أي كان وفيه قطعات وأنشطة مساهمة فيها يعني عندها مثلا خمسين في المائة من النشاط عندها مساهمة عشرة في المائة من النشاط وإما الشكل التالت من المساهمات دي أن تكون إحدى الجهات الخاصة بيها هي اللي مساهمة في المشروعات القومية تمام؟ حلو الجهاز المصرفي شركات مقيدة في البورصة أو ما شبه لذلك يحصل إيه؟ إن لازم الدولة تنطقي مجموعة من الشركات دي وتبتدي تترحى على المساهمين أو المستثمرين وده اللي إحنا النقطة اللي ممكن نقول الدولة عتتخارج إزاي من الشكل ده يبقى فيه ثلاث أشكال أهو تقريبا وصفناهم للناس الدولة ممكن تتتخرج منهم إزاي؟ تتخرج منهم عن طريق البورصة تبيحها المستثمر استراتيجي تتصل بحضرتك تقول لك تعالى أنت واخد 10% في الشركة دي ما تاخد العشرة في المئة التانين بتوعنا خلاص إحنا هنخرج ده التصور اللي وضعته الدولة فيه طبعا يعني أسس أو تشكيلة تانية من الخروج أه طبعا زي التأجير التمويلي أو ما شبه لذلك تأجير التمويلي وبيأتي مزبوط وهكذا طيب هنا برضو هيجي على بالي أي القطاعات سوف تتخرج منها الدولة وتقول دي مطروكة بالكامل للقطاع الخاص مفيش داعي نوجع دماغنا بيها زي ما حضرتك قلت إيه الفايدة من أنا يبقى فيه عندي قتلات ملك الدولة يعني نزبوط عشان يحصل إيه نزبوط فيه نقطة وخلينا نطمن الناس الأول عشان ما يجيش الناس تقول لك إيه بص ده فيه طروحات والدولة بتتخرج من الطروحات دي أو بيبيع الشركات دي عشان تستغنع العمالة لأي كلامنا مش موجود يعني الوثيقة دي حلو حلو وقوي ده تمام أيه وهتتفق مع المساهم اللي جاي خلي بالك الشركة دي وضعها واحد اتنين تلات اربعة هتاخدها وده الدول اللي احنا كنا دايما بنطلب به في التوصيخ أو في شهاد يعني في كيفية المكشفة مع المجتمع انت مداك الزمني ان شاء الله ما تاخد الشركة لازم تطورها وتعمل واحد اتنين تلات اربعة أنا بحط له مدى زمني طبعا لازم يكون فيه تطوير وتنمية واموال مضافة للاستثمار وازاي النهاردة تضمن الدولة حقوقها وتضمن حقوق العاملين وازاي ان يكون فيه تطوير مش تاخدها تنيمها ولا تخصرها علشان ما ياخدش ولا تخصرها وتمشي الناس علشان ما تاخدهاش وتقول لي أصلي ديت اللي هي حتة أرض والأرض دي أنا سقعتها سنتين هبيحها وامشي الناس وديهم تعويض وامشي لا الكلام دا الغباكة بتاعت زمان دي راحت بالزبط كده فالنهاردة الأسلوب والطريقة العلمية اللي بنتكلم عنها فيه لها أهداف هدف واحد ان انت تتم التشغيل اتنين التنمية الزيادة في المشروعات تلاتة ان انا بديك إتاحة ان انت النهاردة تستسمر وما يكونش ليك تنافسية مع القطاع الحكومي حلو الدولة حطت هدف حطت عنوان أساسي افساح المجال للقطاع الخاص النهاردة هو ده المطلب الأساسي للدولة عايزة تجيب القطاع الخاص لان ترفع من على عبء الحكومة كاهل الضغوط والأعباء اللي هي من شركات كذبانة صحيح بس مش عارفة تنميها مش عارفة تزود فيها استثمار فهنكسب ايه؟ واحد تكنولوجيا يعني احنا اللي بنجيب المستثمر ده تعالي هتضيف تكنولوجيا هو أحسب مني في التكنولوجيا اتنين هيجيب موارد مالية من بره وانت جاي يخلي بالك ده للمستثمر هات البنك بتاعك هات الدولة بتاعتك هات شريك معك يضيف أموال ما تحملنيش عبء مالي تلاتة وده في غاية الأهمية تعالى نعمل تعبئة تعليمية في القطاع أو النشاط اللي حضرتك أخدته عشان نتوسع فنقدر نزيد من النشاط ده فنقدر نزود الانتاجية ويستفيد أبنائنا أو يعني الأجيال القادمة بالنسبة لنا التطوير والتدريب والتأهيل وما إلى ذلك ده من الخطوط والعريض خطوط عريضة أساسية بالضبط العنوين الأساسية الموضوعة من الوثيق عشان كده أقول أكمل لو فيها حاجة عشان كده أقولها الأول طيب دولة رئيس الوزراء إنه هو هيشكل لجنة بمتابعته رسميا وبعدد من الجهات عشان الناس تطمئن عدد من الجهات الرسمية داخل الدولة هي لكيفية تطبيق هذه الوثيقة بس حيل وقوي الكلام ده هستأذن هنروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام مع ضفنا العزيز خبرنا الاقتصادي الكبير والبارس دكتور مصطفى بدرة استنونا أهلا بحضرتكم مرة تانية وبنتكلم على وثيقة سياسة ملكية الدولة واللي وافق عليها فخامة الرئيس بيفاهم هلنا ويشرح هلنا ويحلل هلنا دكتور مصطفى بدرة وقال لنا عنوين رئيسية مهمة جدا مسألة الحاجة تتاخد ونستغنى عن العمالة انسى الحاجة تتاخد ونسقع الأراضي والعقارات بتاعتها وبعدين نبيع انسى الحاجة تتاخد وما نستثمرش فيها وما نكبرهاش انسى ما نرفعش قيامها المضافة انسى إلى ما نطورهاش ونطور بنيتها التكنولوجية والتدريب بتاع العمال برضو انسى لحد كده الكلام جميل جدا أرحب مرة تانية بدكتور مصطفى بدرة طيب احنا كنا بقول ان في قطاعات الدولة تقول انا اختيها خطوتين لورا وزق القطاع الخاص اكتر ابرزها ايه بس يا فندم اللي ممكن تتخرج منه الدولة زي قطاعات في كثير منها في الصناعة التطور الصناعي الكبير الدولة النهاردة بتدي اتاحة كبيرة جدا للمصنعين وطبعا هتلاقي قطاعات في القهربة وحتلاقي قطاعات في تحليط المياه والشرب وما شبه لذلك وده هيدي اضافة كبيرة جدا لزيادة التطوير واسمح لي انا هقولك من وثقة الملكية الارقاب عشان يبقى ايه موثقة قالك فيه يعني في القطاعات دي 62 نشاط الدولة هتتخرج منهم نهائيا تمام وحتدي اتاحة لرجال الاعمال وللمستثمرين سواء الاجانب العرب المصريين وطبعا الاولوية هايكونوا للمصريين بانه هي الدولة بتتخرج خالص واحد هتطبق معه المعايير الدولية يعني زي ما هيكون فيه ليه قدرة تنافسية هتكون لكل القطاع الخاص يعني مش هيكون فيه تمييز ما بين مستثمر ومستثمر اخر فاللي عاوز يستثمر اهلا وسهلا وطبعا دي بنجدة السيد رئيس الجمهورية واكتر من مرة تحدث وطبعا حضرتك تعلم مثال مثلا الصوب الزراعية مثال مثلا اللي هي الاسماك اللي بيتم استزراحها طبعا عندك 56 نشاط قالك فيهم يا اما هنسبت الاستثمار بتاعهم او نخفض استثمارته ده للدولة يعني هنسبتها يا اما هنخفض في 76 نشاط هيتم زيادة الاستثمارات او هنسبت زي كده ممكن تلاقي التعليم فيها وهتلاقي في الصحة فيها ولكن هتلاقي فيه العديد من الانشطة الاخرى مثال مثلا النقل مثال جزء برضو منه في التعليم ما هو الدولة مش هتنسلخ من جدور الوضع الاستثماري داخل الدولة ولكن بتحاول ان هي تهيئه تهيئة بتقابل المجتمع الغريب او الغربي تزيد تنفسيته ده التصور اللي الوثيقة وضعته حلو بدايته ان شاء الله اعتبارا من اليوم اللي هو يوم واحد من ساعة ما فخامة الرئيس صدق عليه ووفقت عليه الحكومة ويطرح بقى خلال الفترة اللي جاية هتلاقي بقى في حضرتك شركات ابتدت تطرح وهيبتدي يتم انتقاءها تعرض على المستثمرين سواء في الخارج او في الداخل والنهاردة دولة رئيس الوزرة اعتقد كان بيراجع مع رئيس هيئة الاستثمار الحملات الترويجية لتطبيق الوضع ده لوصيقة الملكية وفخامة الرئيس النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا لكيفية رؤيد الصندوق السياد المصري في زيادة الاستثمارات او توجهه للتعاون لجذب العديد من الاستثمارات لمساهمته في الملكية ولو ليه رسالة بسيطة بعد يزن حضرتك ربنا يا خلي تخيل حضرتك نحن في العام اللي هو عشرين اتنين وعشرين ما كناش بنشوف صندوق السياد المصري اللي ما بيكون ليه نجاحات بارزة يعني ابتدى يحقق نجاحات بارزة رغم دخوله في الفترة القصيرة البسيطة اللي هم الاربع خمس سنين رغم ان الدول العربية الشقيقة الدول طبعا مثال الكويت من اقدم السنديق السيادية في العالم كله وما حدش بتكلم النجاح يا فندم النهارده ازاي توجد فرصة للدولة تصنع منها استثمار علشان تخلق الاستثمار ده لازم تهيئ البنية بعيد عن البيوكراطية وما شبه لذلك اخيرا بتقولي بيقولي الكلام ده ليه علشان يعني المبالغات في حكاية انه كل شوية جهة او هيئة بتعمل صندوق او بتعمل استثمار ده بيزيد الناس احباط وبعدين بيفقد السقة خلونا ندعم الجهات ونصق في القيادات طبعا علشان الناس دي تبقى وثقة ان هي شايفاها المجتمع بيحقق نجاح يوم بعد يوم انا بتكلم على مين على الصندوق اللي بتعمله هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس حيئة نكحة طبعا حيئة عالمية ما بيبصلها العالم بمنظور من الرياضة في العالم فلما تعمل صندوق النهارده استثمار اعتقد كان من مبالغة من كثير من الناس اللي بتكلموا عنه بطريقة لان تليق بالحيئة ولا بالاستاذ المسلمين هعذرهم على ان هم يمكن مش فاهمين المواد القانونية قوي فانا هلتمس ليهم العذر الاول انا عايز اشكرك يا دكتور نورتنا وشرفتنا وانا اتفائل جدا بوجود حضرتك معانا تبقى سنة سعيدة علينا جميعا يا رب وكلها هتبقى ممتلقة بالنجاح اشكرك جدا 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 تشكرك كل سنة وحضرتك فانا ربنا خليك فانا بالمناسبة عشان دكتور مصطفى يجاب السيرة طيب بصوا يا جماعة من اراد ان يدلي بدلو فليدلي بدلو فيما يفهم طيب واذا كنت مش فاهم مش عيد ما احنا مش كلنا فاهمين في كل حاجة يعني محدش فينا طول الوقت فاهم الكفت ولا جاي بتديب من ديلو بس بالمناسبة اذا كنت عاوز تراجع راجع المادة 15 هيه من القانون في جملة كده حلوة قوي اسمها ايه خاضعة للمعايير المحاسبية المصرية لو انا شرحتها لك فيها بتعربع ساعة فالكريم رمزي هاي خوش يغتلني وانقعد على الناد مفيش كريم ده الناد رجائي منور يا رجائي والله العظيم وحيش نقد الدنيا خاضع للمعايير المحاسبية المصرية يعني مفيش جهر قبية ما بترجعش على السندوق ده قبل وبعد وأثناء السابقة الحالية اللاحقة ممكن احكيها لكم وقت تاني خلصت الحلقة لحد كده ولو كلنا العمر نقابلكم بكرة ان شاء الله وبرنامجكم التاسع سلامات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة